بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين مادة الدراسات الاجتماعية أعزائي طلاب الصف السادس أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب نذكر بالقيمة التربوية لهذا الإسبوع وهي النظافة المدرسية أعزائي الطلاب النظافة من الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب يحب الطيبة نظيف يحب نظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود أعزائي الطلاب عنوان درسنا لهذا اليوم الموقع الفلكي والجغرافي للوطن العربي أهداف الدرس لهذا اليوم من المتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن واحد يحدد الموقع الفلكي للوطن العربي بدقة ومضوح 2- يحدد الموقع الجغرافي للوطن العربي بالنسبة للعالم بإتقان 3- يذكر حدود الوطن العربي بالنسبة للعالم بصورة سليمة 4- يفسر الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي للوطن العربي بدقة 5- أعزائي الطلاب الموقع الفلكي للوطن العربي 6- أعزائي الطلاب الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض 6- أعزائي الطلاب لو نظرنا إلى هذه الخريطة وهي خريطة الوطن العربي نجد أن الوطن العربي يمتد بين خطي طول 60 شرقا و17 غربا أي أنه يمتد على 77 خط طول إذن أعزائي الطلاب الوطن العربي يمتد على 77 خط طول أعزائي الطلاب أما بالنسبة لدوائر العرض فنجد أن الوطن العربي يمتد بين دائرتين عرض 2 جنوب خط الاستواء 37 شمال خط الاستواء أما دولة جزر القمر فتقع بين دائرتين عرض 11 إلى 13 جنوبا أعزائي الطلاب لو نظرنا إلى خريطة الوطن العربي نجد أن الوطن العربي تمر به دوائر عرض رئيسية مثل دائرة الاستواء ومدار السرطان أعزائي الطلاب أدى امتداد الوطن العربي في أكثر من 40 دائرة عرض إلى تنوع الأقاليم المناخية والنباتية والآن أعزائي الطلاب تعالوا معي من خلال هذه الخريطة نجيب على النشاط في الكتاب المدرسي صفحة 20 رقم ألف دوائر العرض الرئيسية التي تمر في الوطن العربي هي أحسنتم بارك الله فيكم خط الاستواء ومدار السرطان اثنين يعبر خط الطول جرينيش دولة بارك الله فيكم الجواب صحيح دولة الجزائر ثلاثة ما النتائج المترتبة على امتداد الوطن العربي في أكثر من 40 دائرة عرض أحسنتم بارك الله فيكم الجواب تنوع الأقاليم المناخية والنباتية والآن أجب على الأسئلة الآتية السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة واحد يعبر خط الطول جرينيش دولة مصر تونس المغرب الجزائر أحسنتم بارك الله فيكم الجواب الجزائر والآن أعزائي الطلاب تعالوا معي نتعرف على الموقع الجغرافي للوطن العربي بالنسبة للعالم أعزائي الطلاب لو نظرنا إلى هذه الخريطة نجد أن الوطن العربي في هذه الخريطة مظلل باللون الأحمر قبل أن نحدد الموقع الجغرافي للوطن العربي بالنسبة للعالم تعالوا معي أعزائي الطلاب نتعرف ما هو مفهوم الموقع الجغرافي الموقع الجغرافي أعزائي الطلاب كما درسناه سابقا هو المكان الذي يشغله جزء من اليابس وما يجاوله من دول وبحار وأنهار ومحيطات هذا أعزائي الطلاب هو الموقع الجغرافي فتعالوا نعي نعرف الموقع الجغرافي للوطن العربي بالنسبة للعالم لو نظرنا إلى هذه الخريطة أعزائي الطلاب نجد أن الوطن العربي يمتد بين قارتين هما آسيا وإفريقيا أيضا أعزائي الطلاب يتوسط الوطن العربي ثلاث قارات هي آسيا وإفريقيا وأوروبا رقم ثلاثة أعزائي الطلاب يقع معظم الوطن العربي في نصف القرى الأرضية الشمالي أربع أعزائي الطلاب يحيط بالوطن العربي مسطحات بحرية منها المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط وبحر العرب والمحيط الهندي والآن أعزائي الطلاب تعالوا معي نفتح الكتاب المدرسي صاد 21 ونجيب على النشاط التالي يمتد الوطن العربي في قارتين هما أحسنتم بارك الله فيكم آسيا وإفريقيا اثنين يتوسط الوطن العربي ثلاث قارات هي قارة آسيا وقارة بارك الله فيكم أحسنتم وقارة إفريقيا وقارة أوروبا يقع معظم الوطن العربي في نصف القرى الأرضية أحسنتم بارك الله فيكم الشمالي تحيط بالوطن العربي مسطحات بحرية منها أحسنتم بارك الله فيكم البحر المتوسط المحيط الهندي المحيط الأطلنطي والآن أجب على الأسئلة الآتية السؤال الأول يمتد الوطن العربي في قارتين آسيا وأوروبا أستراليا أفريقيا أمريكا الشمالية أحسنتم بارك الله فيكم الجواب إفريقيا والآن أعزائي الطلاب تعالوا معي نتعرف على حدود الوطن العربي أعزائي الطلاب هذه الخريطة التي أمامنا هي خريطة الوطن العربي فلو نظرنا إلى حدود الوطن العربي أعزائي الطلاب من جهة الشمال نجد أن الوطن العربي يحده من جهة الشمال جبال طولوس والبحر المتوسط أما أعزائي الطلاب من جهة الجنوب فيحد الوطن العربي المحيط الهندي والصحراء الكبرى أما أعزائي الطلاب من جهة الشرق فيحد الوطن العربي جبال زاجرس وكردستان والخليج العربي وبحر عمان أما أعزائي الطلاب من جهة الغرب فيحد الوطن العربي من جهة الغرب المحيط الأطلنطي إذن أعزائي الطلاب حدود الوطن العربي من جهة الشمال البحر المتوسط وجبال طولوس كما نشاهد في هذه الخريطة من الجنوب الصحراء الكبرى والمحيط الهندي وبحر العربي أما من الشرق جبال زاجرس وكردستان والخليج العربي وبحر عمان أما من الغرب أعزائي الطلاب المحيط الأطلنطي والآن أجب على الأسئلة الآتية السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة واحد يحد الوطن العربي من جهة الشمال جبال زابروس أطلس كردستان طولوس أحسنتم بارك الله فيكم الجواب الصحيح جبال طولوس السؤال الثاني السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة يحد الوطن العربي من جهة الغرب المحيط الهندي الهاذي الأطلنطي المتجمد الشمالي أحسنتم بارك الله فيكم الجواب الصحيح المحيط الأطلنطي الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي أعزائي الطلاب لو نظرنا إلى هذه الخريطة نجد أن الوطن العربي له أهمية استراتيجية كبيرة وهي تتمثل في رقم واحد توسطه قارات العالم القديم مما جعله مهدا للحضارات القديمة اثنين امتداده الكبير واتساع أراضي أدى إلى تنوع موارده الاقتصادية أيضا أعزائي الطلاب اشرافه على بحار ومحيطات هامة ووجود ممرات مائية استراتيجية أدى إلى تحكمه في طرق التجارة العالمية إذن أعزائي الطلاب الأهمية استراتيجية للوطن العربي توسطه قارات العالم القديم امتداده الكبير واتساع أراضيه اشرافه على بحار ومحيطات هامة ووجود ممرات مائية استراتيجية نتعرف عليها الآن الممرات المائية في الوطن العربي أعزائي الطلاب قلنا أن للوطن العربي أهمية استراتيجية كبيرة وجود الممرات المائية منها أعزائي الطلاب مديق هرمز وكما نشاهد في هذه الخريطة مديق هرمز أعزائي الطلاب يربط بين الخليج العربي وبحر عمان اثنين مديق باب المندب ويربط أعزائي الطلاب مديق باب المندب كما نشاهد في هذه الخريطة بين البحر الأحمر وخليج عدن ايضا أعزائي الطلاب من الممرات المائية في الوطن العربي مديق جبل طارق كما نشاهد في الخريطة والذي يربط بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي أيضا أعزائي الطلاب قناة السويس وهذه القناة أعزائي الطلاب تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر والآن أجب على الأسئلة الآتية السؤال الأول المسطح المائي الذي يصل مديق هرمز بالخليج العربي هو بحر عمان بحر العرب البحر الأحمر البحر المتوسط أحسنتم بارك الله فيكم الجواب صعيح هو بحر عمان السؤال الثاني وضح الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي للوطن العربي أحسنتم بارك الله فيكم الجواب صحيح رقم واحد توسطه قارات العالم القديم جعله مهدا للحضارات القديمة اثنين امتداده الكبير واتساع أراضيه أدى إلى تنوع موارده الاقتصادية ثلاثة اشرافه على بحار ومحيطات هامة ووجود ممرات مائية وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم على أمل أن نلتقي بكم في درس آخر دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة